بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد معنا فيديو مهم جدا يا جباعة النهاردة الناس اللي عايزة تثبت ويندوز 11 نسخة يعني متشال منها الحاجات اللي بتاقي للجهاز عندك وكمان هنقدر نزبطها على الويندوز القديم يعني لو عندك ويندوز قديم هتضطر تشيله عشان تثبت الويندوز ده معنا ويندوز تاني يا جماعة زي ما انت شايف ادي ادار الروف سهيه و ادي النسخة وكمان النسخة اللي هي تلاتة وعشرين اتش اتنين فطبعا النسخة دي متشال منها الحاجات اللي بتاقي للجهاز و هنجربها دلوقتي مع بعض و هنقدر نزبطها دلوقتي على الكمبيوتر بتاعنا وكمان هنقدر نزبط البود بتاعنا طيب مبدئيا انا سيب لك الرابط بتاع الاداة الروفوز تقول لنا عارفين ان نزلها ازاي بتدخل على الويبسات بتاعهم وتدوس على الروفوز ديت هيبدأ يجيب لك هنا تقول له هنا كلوز هيبدأ يحمل معاك هنا الاداة زي ما انت شايف احنا كده عارفين خلاص الاداة اه بتتثبت ازاي او بتنزل ازاي بعد كده طبعا كل عليك هتعمله هتحط الفلاشة في الكمبيوتر بتاعك بالشكل ده و بعد كده سيدي هتفتح هنا اداء الروفوز ديت بالشكل ده كده اهو تدوس كده عليها و طبعا هجي لك هنا بالشكل اللي انت شايفه ده جميل جدا كل عليك هتعمله بقى تعمل ايه هتدوس هنا كلمة و بعد كده هيفتح لك هنا اه انا حاطت مسلا الويندوز هنا في الفولدر ده ايه دي اهو الويندوز اهو جماعة زي ما انت شايف اهو كل عليك هتعمله هتدوس كده عليها و طبعا انا بزوم لك هنا عشان تشوف و خلاص خلصنا هتيجي طبعا تحت كده هتنزل شوية هتلاقي هنا حاجة اسمها اه بالشكل ده هتدوس كده طبعا هي هنا قارة الفلاشة اهو تمام زي ما انت شايف طبعا هنا جي بيتي والان بي ار هو بيحددها اه تلقائي يعني الاداة دي بيحددها هو تلقائي اه بدون تدخل منك لو لو هرد بتاعك ام بي ار هتلاقيه جاب ام بي ار لو جي بي تي هتلاقيه جي بي تي فانا جي بي تي خلاص هو حددها لوحده بعد كده اقول لك هتباله دوس start وبيزهر لك هنا هتعلم على ده كله ماشي وهنا لو انت عايز تكاريت هتعلم على create لو انت مش عايز خلاص هتشيل الاسم وهتدوس هنا على العلامات دي كلها معك هتقول له اوكي وبعد كده هتقول له هنا اوكي بالشكل ده اصبح كده دلوقتي زي ما انت شايف خلاص ان الويندوز عندنا بيتعمله وهي هنصبر لغاية لما الحرق على الويندوز الفلاش هيخلص ونبدأ نزبط النزام مع بعض وبكده جماعة بعد ما بيخلص بيجي لك بالشكل اللي انت شايفه ده كلمة ريدي والكلام ده خلاص اتا لو ما جاب لك يبقى كده الفلاشة اتحرقت وهنبدأ نجرب النزام مع بعض طيب هوريك كده شوات حاجات هنقول لنا اوريك حاجة كده شايف اللي انت الوجهة دي قائمة التمهيد ديت فدي اه كل لابتوب عندك بيبقى لي اه اه اف اتناشر اف تمانية اف عشرة فانت بتختار الموديل بتاع اللابتوب بتاعك هنا وبتطبقه عندك على الكيبورد عشان يبدأ يدخل على لوحة البوت يلا بينا بقى اعرفك ازاي تقدر البوت على الفلاشة ونثبت النزام مع بعض طبعا دراسة يا جماعة ندخل على لوحة البوت بعد ما بتعمل الكمبيوتر بتاعك طبعا انا سيب لك صورة فيها كل الحروف اللي هي بتاعت كل الاجهزة فانت بتدخل على لوحة البوت اللي هنا ديت بالشكل ده باللون الازرق ده بعد كده طبعا هنا بيزهر لك كلمة بوت فوق بيجي لك بالشكل ده عندك اول حاجة بيبقى اوبشن ده لازم تخليه طبعا يكون الفلاشة الي اوس بيها تدوس كده انتر ويتعلم عليها وتنزل تحت تشوف الفلاشة بتاعتك اسمها ايه وتعلم عليها بالشكل ده وتدوس انتر وتاني حاجة بيكون اللي هو الابشن بوت التاني بيبقى الهارد بتاعك يعني تشوف الهارد بتاعك اسمه ايه هنا ماشي ويتخليه زي ما انت شايف كده انا ده الهارد بتاعي وبعد كده هنا بيجيب لك زي ارشادات على اليمين او بتبقى فوق بيقول لك هنا سيف اف اربعة فانا عندي هنا طبعا اف اربعة سيف وبيقول لك ان انت عايز تسايف فتقول له ياس بالشكل ده اصبح كده يبدأ يدخل معنا جماعة على البوت بتاع اليو اس بي الفلاشة اللي احنا حرقناها للكمبيوتر بتاعنا دلوقتي جماعة احنا هنسبت ويندوس تيني زي ما قلتلكو بيظهر لك بالشكل ده طبعا لغة انجليزية بس هنيجي طبعا هنا هنخلي اللغة نخليها بيكتب الكبور ده عربي هندوس كده هنا على الفورمات وهنخليها عربي كده زي ما انت شايف باك نقول له نكست بالشكل ده بعد كده سيدي بيجي لك الوجهة دي هنعلم على اكسبت دي كده وبعد كده نقول له نكست بالشكل ده هنا لو عندك انت الهارد بتاعك في كزا برتشن هتحدد بس برتشن السي هتدوس كده عليه طبعا وينه هو عليه الوندوس القديم وبيتدوس دليت او فورمات اللي يعجبك وبعد كده تقول له نكست بالشكل ده وبعد كده سيدي هيصبح مش هطلب منينا اي حاجة تانية الا لما خلص هنا مية في المية وبعد ما يخلص مية في المية طبعا هنبدأ نشوف الويندوس على طبيعته خلاص او خلص كده جماعة وطالب مننا نحن نعمل رستارت هنعمل رستارت وبعد كده نكمل مع بعض بعد ما الكمبيوتر رستر يا جماعة بتجي لك الوجهة دي اللي هي بتاعت البلد هتقول له ييز بالشكل ده اهو ويه طبعا بعد كده سيدي هيبدأ يفتح لنا الوجهة التانية اللي هي بتاعت اللغة اللي هي بتاعت الكيبورد هننتظر لغات لما كرة دي تلف كده بعد كده هتسيب دي زي ما هي تقول له ييز بالشكل ده وبعد كده هتدوس هنا ادد هتختار بقى اللغة العربية هنا عشان الكيبورد يكتب العرب نقول له ايجي بتاعت كده تقول له نيكست وهنا برضه تقول له ادد واصبح كده دلوقتي هننتظر نشوف الخطوة اللي جاية ايه بعد ما الكوبوتر بيرسنا يا جماعة بتجي لك بالشكل ده هتكتب اسمك هنا هنكتب مثلا اسمي وبعد كده تقول له نيكست هدنا لو انت عايز تضيف باسورد وديف مش عايز سيبه فاطي وتقول له نيكست برضه وخلاص كده احنا خلصنا كل اعدادات الويندوس يا جماعة وبعد كده بتجي لك بالشكل ده بعد ما خلصت اعدادات الويندوس الاولانية هننزل كده تحت ونقول له اكسبت وهنزبر بقى نغاية لما نشوف اجيب لنا خطوات ايه على ما اعتقد دي كانت اخر خطوة خلاص وكده ده الويندوس يا جماعة بعد ما احنا سبتناه بشكل جميل جدا وسهل وبسيط فبتزهر لك الوجه دي طبعا عندك هنا اللغة الكتابة عربية وانجليزية تعالك هنا نشوفه طبعا اللغة دولتي هندوس كده كلكي مين ونعمل نيوف فولدر كده ونشوف عندنا بيكتب عربي ولا لا ادي كده حرف محمد مصر نكتب محمد وعايزين نجرب برضو نكتب بالعربي زي ما انت شايف ادي كده اللغة ما عندناش فيه اي مشكلة عايزين بقى نزبط الايكونات اللي برا هندوس كده كلكي مين وشو مور وعندك هنا اخر اختيار ده هندوس عليه وعندك اسي دي هنيجي على سيمز وهنا برضو ديسك توب ايكون اتعلم بقى الايكونات اللي انت محتاجة من دول ونقول له اوكي تمام ونفل دي كده خلاص مش عايزينها اصبح كده دلوقتي عندنا كل حاجة تمام وهو دخلت على البيسي هتلاقي واخد حوالي اه تمانية جيجا بس او عشر جيجا بس الويندوز يعني برضو كويس مش وحش الويندوز بياخد اكتر من كده زي ما انت شايف ادي انا فضل تمانية جيجا من عشرين اه جيجا من البرتشن يعني واخد حوالي اه اتناشر جيجا بس وزي ما انت شايف نسخة سريعة جدا وبسيطة تعال كده نشوف الداسك مانجر هندوس كده اكليك يمين نشوف الداسك مانجر عندنا وعاد لك هنا بفورمنت هتلاقي ان الاستهلاك طبيعي جدا بدون اي مشاكل يعني هتصبر شوية كده لغاية لما تلاقي الاستهلاك طبعا انا بجرب الويندوز عندي على الجهاز فانت عندك هيكون اقلب كده بكتير عندك واخده بس سبعة في المية من البرتشنة او او اربعة شار في المية على حسب الاستهلاك بتاعك وكده الويندوز بتاعنا يا جماعة خلص واتمنى طبعا ان يكون الفيديو اعجابكم وانشان مراحبا للفيديو اشتركوا في القناة تفعيل الجرس عشان اسألكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته